ورحب بكم مستمعين في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة حلقة من الممكن أن تتبعها أيضاً على الفيسبوك لايف سعيدة جداً باستضافة لدكتور عيسى الجمال هنا في استوديو رقم 11 في منطقال الدولية أهلاً وسهلاً بك دكتور عيسى أهلاً أهلاً سيد سونيا زيارة خاصة إلى باريس خصيصاً إلى منطقال الدولية بعد هواي محطة باريسية ومن ثم محطة نمسوية كل هذه المحطات هي محطات طبية نعم إذن خبرنا شوي عن هواي هواي رائعة رائعة فانتاستيك أدفع جميع أن يذهب إلى هنا نعم يعني الكل خلي روح هناك لأن الطأس على مدر السنة كلها 20, 25, 20, 25 درجة وطأس مارفلس نعم فانتاستيك وأنت طبعاً كنت في مؤتمر هناك كان عنا أهم مؤتمر للجراحة العظام اسمه orthopedics today من هواي هذا بيصير كل سنة بجانيوري نعم في بلد ستة لسبعة أيام في بلد معين دائماً في نفس البلد في جزيرة من جزر هواي نعم مرة بيكون بهونولولو مرة بيكون بكاواي مثل هاي السنة نعم يعني فعلاً شيء كتير فخم وشيء كتير advanced وup to date والشيء الحلو كتير أنه أنا عرفت حالي أنه up to date فعلاً لأنه الشغلات اللي نحكت بالمؤتمر كنت موجود فيها تماماً سنذكر مستمعينا طبعاً ما هو اختصاصك بلازما بالركب والشيء كتير حلو أنت اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل ورئيس أقسام جراحة العظام في مجموعة الفرابي الطبية طبعاً كان من الممكن أن أخذك على الهاتف من السعودية ولكن أنت هنا وهذا هو حظ كبير بالنسبة لنا متى يقرر الطبيب عدم اللجوء إلى جراحة العظام هذا هو الملف الذي سنلقي الضوء عليه معك طبعاً هذه الحلقة كما ذكرت على الفيسبوك لايف من الممكن أن تتابعوها شكراً لزينب شكراً أيضاً لفانيسا لأنها تهتم بهندسة الصوت والإخراج وكاتيا طبعاً سعد التي تنسق دائماً مع أطبائنا لكل حلقات أصحة المستدامة إذن جراحة العظام طبعاً تهتم ب مناطق عديدة من جسمنا هي تهتم بالعظام ولكن تأخذ بعين الاعتبار على العضلات الأوتار إلى ما هناك يريد تعرف لنا مجدداً بجراحة العظام قبل أن نصل إلى متى لا يلجأ الطبيب الجراح إلى الجراحة العظمية هو جراحة العظام بالتعريف هي عبارة عن جراحة الجهاز الحركي في الجسم نعم فكل ما يتحرك في الجسم عملياً هو من اختصاص جراحة العظام نعم في عنا الجهاز الحركي المين المين سيستم هو البونز نعم العظام سنحاول أن نتحدث بالعربية لأنه ربما الكل لا يفهم الإنجليزية أوكي معنات جراحة العظام هي جراحة الجهاز الحركي في الجسم نعم بما يتضمنه العظام والعضلات والأوتار وحتى العصاب نحن في إلنا تداخل معها بالاشتراك مع الجراحة العصبية فموضوع أنه متى نعمل العمل الجراحي أو متى لا نعمل هون من شان نفهم المستمعين والناس العاديين شو عم نحكي وكيف المناطق تبعنا في إلنا نعم ماشي تاني منطقة هي منطقة ما لازم نعمل عمل جراحي نعم ثالث منطقة هي بسموها أو المنطقة الرمادية هي أمتى منعمل جراح أو أمتى ما منعمل جراح نعم بالنسبة للمنطقة اللي لازم نعمل فيها جراحة فيه استطباب يعني فيه indication for surgery فيه استطباب لجراحة we must do surgery هذا الكل متفقين عليه المنطقة وفيه شي ما فيه استطباب جراحي يعني ما فيه indication for surgery هذا ما لازم نعمل جراحة هلأ حسب خبرة الطبيب وحسب بعد نظره حسب الحالي الموجودة حسب النقاش مع الاهل ممكن نعمل جراحة ممكن ما نعمل جراحة فنحن نتناول نعم شكرا على هذه المقدمة الآن سننتقل إلى دراسة اليوم دراسة حديثة جدا تقول أن تحسين نمط الحياة أفضل من تناول مكاملات الفيتامين دال الصحة المستدامة صوني التناظر أكد كبير الباحثين في قسم جراحة العظام في مستشفى تيانجين في الصين جاو جوا تشاو أن الوقت قد حان لتوقف كبار السن عن تناول مكملات الكالسيوم والفيتامين دال وذلك إثر دراسة طبية حديثة كشفت أنه لا يوجد فارق عند المسنين بالنسبة لخطر التعرض للكسور مقارنة بمن لا يتلقون أي علاج أو أدوية وهمية بلاسيبو أو مكملات فيتامين دال والكالسيوم ودعا الباحث جاو كوا تشاو إلى تغيير نمط الحياة المعتاد عند المتقدمين في السن القائم على تناول الأدوية المكملة والفيتامينات خاصة منها الفيتامين دال واعتماد نمط حيوي جديد وطبيعي قائلا ينبغي تغيير التعليمات الطبية للأشخاص من كبر السن ونعتقد أن تحسين نمط الحياة وممارسة ما يكفي من التمرينات الرياضية والتعرض لأشعة الشمس بالشكل الكافي وتعديل النظام الغذائي قد يكون أكثر أهمية من تناول هذه المكملات وخلصت هذه الدراسة التي نشرت في أواخر العام الماضي في موقع رويترز إلى أن المسنين الذين يتناولون المكملات الغذائية كالفيتامين دال والكالسيوم ليسوا أقل عرض للكسور من أقرانهم الذين لا يتناولونها عذرا وذلك بعد فحص بيانات من 33 تجربة سابقة شملت أكثر من 50 ألف شخص ممن تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر ويعيشون في منازلهم لا في دور مسنين أو غيرها من المؤسسات إذن أعود إليك دكتور عيسى هل لاحظت طبعا في أثناء مزاولتك لمهنتك أن الأشخاص الذين يأخذون أو المسنين لأن الأشخاص طبعا في مقتبل العمر ليس لديهم نفس احتمال حدوث الكسور هل في سن معينة يعني في سن الشيخوخة الذين يأخذون المكملات الغذائية والكالسيوم والفيتامين دال وهؤلاء الذين لا يأخذون لديهم نفس احتمالات حدوث كسور بنفس النسبة هذا الكلام مزبوط بافتراض أن رأم مستوى الفيتامين دال عند المرضى هو واحد هو طبيعي الآن الفيتامين دي من 30 إلى 100 نانو جرام بالميليليتر لما بيكون في عنا الفيتامين دي 30 وفوق ما في داعي نأخذ مكملات غذائية ونأخذ فيتامين دال لأن هذا طبيعي بس شو لازم نكون عنا تعرض للشمس لأننا في عنا حاجة يومية من الفيتامين دال من 400 إلى 600 يونت بير دي لما بيكون عنا الفيتامين دال طبيعي بالدم خلص من مارس حياتنا طبيعية ومن مارسة بياضة تعرض للشمس لست بحاجة لمكملات غذائية لكن في حال عنا مثل معظم المناطق تبعنا بالسعودية أو بالشقراء أوسط ما في عنا تعرض جيد للشمس بينخفض عنا الفيتامين دال بس انخفض عنا الفيتامين دال لازم نرفعه بس يرتفع للطبيعي منمشي بالدراسة تبع الدكتور الصين أنت قبل أن تعطي لأي شخص تقدم في السن مكملات غذائية ككالسيوم أو فيتامين دال تقوم بتحليل دام تحليل فيتامين دال بالدم في الدم أهم فحص هو تحليل الدم حتى يكون عنا قاعدة ننطلق منا حتى نحط داتا بيز ماشي أنه عند قاعدة بيانات أنه نحن عنا المريض إجانا عمره خمسين سنة وعملنا له فيتامين دي طلع very low منعالجه منذ ستة شهور لسنة عرفتي كيف وبعدين منكمل معه التمام ومنعمله الفيتامين منعادله الرقم كمان بعد ستة شهور من توقيف الدواء إذا الأمور كويسة معناته هي عنده نظام حياة حلو يعني بمارس رياضة بيتعرض للشمس وبالتالي ما في داع المكملات الآن شكرا على التعقيم سنعطي أرقام الهواتف إذا أرد مستمعون مستمع الصحة المستدامة منتكر للدولية أن يتصلوا بك هذا هو الرقم للاتصال بك يا سعد أولا 00339 69323314 أو رقم الواتس أب إذا أرادوا كتابة الأسئلة طبعا لأنه هناك أشخاص في العمل ولا يستطيعون أن يتصلوا بنا ويفضلون كتابة الأسئلة 003360729497 أثنين أنا أنتظر كل المشاركات الهاتفية والكتابية والدكتور عيسى الجمل هو الذي سيرد على هذه الأسئلة طبعا ذكرنا قبل أن ندخل إلى الستوديو الطبيب الجراح الماهر هو الذي يلجأ إلى الجراحة العظمية كآخر حل صحيح يريد تعطينا فكرة عن مفهوم إجراء الجراحة أي جراحة ليس فقط جراحة العظام صحيح متى أنت كاختصاصي في جراحة العظام تلجأ شخصيا يعني حسب مفاهيمك الشخصية إلى شراحة العظام هذا الموضوع مثل ما قلت لك إذا عندنا استطباب واضح مثلا أعطيكي مثال نعم يزمنا معنى كسر مثلا معنى كسر في الذراع في الزند والكعبرة يعني وصل لشخص بعد حادث معه كسر وعمل حادث معه كسر نحن إذا كان عندنا يعني إذا كان عندنا شي بيسموه تزوي أو أنجوليشن مثلا طفل خلينا نقول عمره مثلا عشر سنين ووصل لعنى وعنده زاوية بالكسر زاوية الكسر مثلا أكتر من ثلاثين هذا لازم نعمله عملية نعم يعني طبعا العمل الجراحي هي يعتبر من بس دخل المريض على غرفة العمليات وتخدر تخطير عام نعم هذا صار اسمه عمل الجراحي نعم مشاء الناس تعرف شو القصة عرفت كيف مثلا عنا طفل عمره ثلاث سنوات نعم وجانا معه كسر كمان بالذراع أو بالفرآن مثلا والتزوي تبعه كان عشر درجات أنا شخصيا اي كان اكسبت نعم أنا بحط له جبس نعم ما بعمله عملية تجبير لا ايوه بالتجبير فقط لأنه الطفل معروف عنه أنه بعاوض نعم مثلا في بعض الحالات الحرجية مثلا مثلا مثل خلينا نقول الحقيقة في حالي مرت معي أنا شخصيا صديقي كان عنده كان عنده بنته عمره ست سنوات أو سبع سنوات وقعت عليها وقعت عليها عرضة طبع جول نعم عرضة جول فوتبول نعم فعملت لها تنازل الهرس نسميه نحنا أو كراش سندروم نعم كتير يعني كان فيه سحق للعظام تقريبا سحق للقدم نعم ماشي هلا كتير كنا خايفين من كومبارتن سندروم ما هو كومبارتن سندروم هو عبارة عن ارتفاع التوتر ضمن الحجيرة نعم الحجيرة في الطرف مثلا بكل مكان في عنا عدة حجيرات في كل مكان في الساق عنا أربع حجيرات مثلا في الفاخر هنا هي موجودة لأنك انت عبدت حينة ولكن لدينا بعض الصعوبة في التخيل أين هي هذه الحجيرات مثلا في حجيرة أمامية نعم اللي هي جانب عظم التيبيا أو عظم الساق نعم سنبسط وفي شيء خلفي من وراء بالعضلات الخلفية بأعضلات الربلة بسموها أو فهي أخذت الضربة على القدم القدم فيه كتير فيه عدد كبير من الحجيرات نعم فأي حجرة بيرتفع فيها الضغط نعم نتيجة النزف اللي بيصير ضغط ماذا؟ من الكسر ضغط جول نعم ضغط دم ضغط هوا ضغط ماذا؟ ضغط ماء؟ ضغط بسموه ضغط الحجيرة نعم ضغط الحجيرة يعني يعني بديك تحطي فيه فيه عنا وسيلة لتعرف عليها فيه إبري منحطة هذا ومنقيس الضغط ضغط من الحجيرة نعم فإذا كان أقل من ثلاثين الأمور بتظل مقبولة أو علاج تحفظي إذا كان أكثر من ثلاثين بدأ جراحة فهي الطفل الحقيقة نحن يعني هون وقعنا بالجري إيريا بالمنطقة الرمادية نعم يعني حيث القرار لا أضيط ولا أسود هل علينا أن نجري جراحة أم لا أم علينا أن نعمل جراحة يعني أنتم تواجهون هذه القرارات بالضبط كل مرة فيها حالة كجراح ببتدئ أو أنا عم بوجي حكي للجراحين الشباب اللي بغمون تحمسين وماسك المشرة وراك بدوا يعمل جراحة بسرعة هذا الموضوع مو مزبوط بدوا ويت أنت سي ماشي فالي صار معنا بهاي الحالي بالضبط أنه عملنا لأ conservative treatment أو علاج تحفظي رفعنا القدم بدرجة عالية حطينا ice pad حطينا إلى أخير ورائبنا أول يوم طبعا هي ما كانت واصلة لمرحلة الـ 5Ps اللي هي والـ 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 الـ انتبعها مقبول يعني لسه ما وصلت لحالة compartment syndrome تماما لأنه إذا وصلت بدنا نعمل جراحة إجباري هاي من استضبابات هل عمر المريض أو العمر الذي أصيبه بمشاكل في العظام أيضا له تأثير نعم ما هو تأثير العظام نحنا بالبالغين مثلا ما منقبل angulation أكثر من 7 درجات 7 إلى 12 درجة تزوي يعني عندما يكسر يعني يكون نقول العظمتين يعني الكسر من 7 إلى 12 درجة بس مقبولي إذا أكتر من هيك بدنا نعمل لأنه من 7 إلى 12 من الممكن أن تعود العظام ممكن نعم بالمرحلة الخامسة نعم مرحلة الموضلينج نعم ولكن اللي نفرض أنه زاوي التزوي عند شخص بالغ من 7 إلى 12 وعند شاب في مقتبل العمر هل القرار هو نفسه أم لا مقتبل العمر وشاب كبير نفس العمر بس نحنا عم نقول الأطفال الصغار اللي تحت الأطناعش تختلف عن قرار البالغين يعني مسن وبالغ نفس القرار نفس القرار أما بالنسبة للصغار في السن فطبعا صحيح لا تجرون يعني ممكن نطول بالنا أكتر أو تكون تكون المساحة تبع الانتظار أو ساعة شوية ما الذي يحدث عند الصغار في السن الصغار في السن خبرنا كيف العظام ترمم نفسها العظام ترمم نفسها بخمس مراحل نعم أول شي لما بصير كسر بصير شيء اسمه همتهم الأوعي الدموي اللي تتمر في هذه المنطقة نعم تتقطع وبالتالي بصير عنا نزف نعم هالنزف هذا بيعمل لنا المرحلة الأولى من الترمم العظمي نعم اللي هو عبارة عن الهيمتومة نعم أوكي أو تشكل الورم الدموي المرحلة الثانية اللي هي الانفلميشن نعم اللي هي بيبلس الجسم يستعد وبيبعث الخلايا اللي بده ترمم الكسر على المنطقة فبصير اسمه المرحلة الثالثة هو أو تشكل العظم بيسموه صوفي نعم يعني وال وال عرفت كيف فبتشكل العظم المرحلة الرابعة هي أو بيسموها التعزيزية مرحلة تعزيز مش تعزيز بيسموها أو يعني بيدخل الكالسيوم بها المرحلة وبيبلش الووفن بون أو العظم الصوفي يصير بون طبيعي نعم المرحلة الخامسة والأخيرة هي الريمودلينج نعم هاي المرحلة تبع الريمودلينج أو بيسموها الريمودلينج بالعربي يعني إعادة القولبة نعم بالضبط إعادة القولبة لا مثلا إجانا الطفل عنده تزوي 10 ديجريز أو 15 ديجريز ونحن ما عملنا له عمل جراحي أوكي هذا الطفل نفسه ممكن بعد 3-4 سنوات يرجع العظم طبيعي نعم الريمودلينج هي عبارة عن أوستيوكلاست أوستيوكلاست أو خلايا مشكلة للعظم وخلايا كاسرة للعظم بصير تشتغل من جهة التزوي الكاسرة للعظم والمشكلة للعظم تشتغل من جهة الثانية من التزوي من المقابل وبالتالي بعد فترة طويلة أو بعد فترة بتجاوز سنتين ثلاثة ممكن يصير ويرجع العظم طبيعي لذلك نحن هاي ملاحظة أنا حابب يعطيها للأهل إنه دائما دائما خاصة بتعرفي لما بيجي الأب وابنه مكسور ويا لطيف واستنفار بالعيلة وكذا فمنقله منهدينه منطوله باله ومنقعد معه فترة أطول يعني هدول هاي كمان وين وينت أوبريت تماما مع العمل الجراحي بديك تقعد مع الأهل ومع المريض كمان وتتواصل معهم وتفهميهم أكتر من رأي هذا لقلت لك التنازل الهرس اللي إجل عندي أبوها صديقي يعني أو هو ترست مي تو ماتش فأخذها على عدة أطباء كان الرأي بالنص نص الأطباء قالوا له أوبريشن ونص الأطباء قالوا له كونسربتب فإجل عندي كأمل أخير قال لي أنا أنت فتأخذ القرار الحاسم عليك مسؤولية كبيرة أنا بالضبط وفعلا وقتها كنت كتير كتير مزعوج وصابتني سترس من كتير الموضوع هذا لأنه فعلا مهم كتير فقعدنا معه ولموضوع المحرج أكتر أنه أم المريضة كانت طبيبة أسنان نعم إذن لديها نعم وليديها خلفية لديها خلفية طبية نعم فقالنا لأ هيك هيك الموضوع بدنا نطول بالنا نعالج معالجة في تحص لأنه هي البنت إذن فتحت إجراء بدت تفتح من عدة مناطق نعم فبدت تشوه نعم وبعدين الجلد ما بيرجع بضب مثل الأول نعم دوتروكسكارز ندب ندبات دكتور لكي نعطي الفرصة اللي كي نتحدث عن أمور أخرى تمنعنا أيضا من إجراء الجراحات يا تورا في أي حالات أخرى أيضا تقررون عدم إجراء جراحة العظام أو إرجاء الجراحة هل في حال وجود التهابات هل في حال وجود أمراض أخرى أمراض في القلب يعني أصدك العمل الجراحي نعم أول شي بالنسبة لهذا الموضوع منمر فيه عند المسنين كتير لما بيجننا عمل لهم أو تغيير مفصل رقبة فبيكون عندنا مثلا هارت فيلر رينال فيلر العربية آه سوري بما أنه جمهورنا عربي أساس أنا عارف أنك راجع من هواي ولكن يجب أن نتكلم العربية لما بيكون عناك قصور قلب نعم قصور بالكلية ووظيفة الكلية مانا مزبوطة لما بيكون عنا مشاكل مشاكل تخديرية طبعا نحن كجراحين ما قلنا دعوة بهالقصة أبدا أبدا هو نعم 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 هل أنت ترى دكتور عيسى الجمل اليوم أن هناك تسرع في أخذ القرارات بعض القرارات في عمليات مثلا العمود الفقري نسمع كثيرا عمليات التي تعاود هل هناك تسرع اليوم من قبل بعض الجراحين في مجال الجراحة العظمية أنا لا أريد أن أحرجك ولكن هل نستطيع طيب راح أخفف سؤالي هل نستطيع أن نستغني عن بعض الجراحات في العمود الفقري طبعا في نواحي أخرى في الجسم في الركاب طبعا قلقا كويس أنه ركزنا عن عمود الفقري نعم نحن بالعمود الفقري لأنه هناك طبعا الكثير من العمليات في شغلتين في العمود الفقري نعم وكثير مهمين قويس أول شي أعراض المريض نعم المريض سريريا مما يشكو نعم هل يشكو من ألم فقط أو يشكو من خدر نعم أو هل ربما مقعد لا يستطيع أن يكتل السريب أو هل يشكو من مشاكل بالبول على مسيطرة المسان فهون بقى حسب الحالة إذا في عنا شي من هالشي طبعاً بدن نكون عاملين إحنا رانين مغناطيسي ورانين مغناطيسي هو بينعمل حتى أكد الوجهة النظر طبع الطبيب دائماً أنا بقيله النمر ضايب أنا طلبت لكم رانين مغناطيسي من شان أكد وجهة نظري وشوف الدقري اللي هو فيه الهرنياشن أو الفتئ النواة اللي بي طبعاً ديسك فلما بيكون عندنا الحالتين positive إيجابيات هون ممكن نروح على الجراحة لكن أنا طلعت برانين مغناطيسي وشفته huge disk ديسك كبير وضاغط على بعض العصاب وداخل على القناة العصابية spinal canal القناة العصابية طيب والمريض موجود قدامي كيفك هلأ؟ بيقليه منيح نحن طبعاً أكيد أول شيء نعطيه للعلاج التحفزي دوره وما في مجال مجموعة من الأدوية مجموعة العلاج الطبيعي كتير له دور مهم بهالموضوع هذا ممكن نعطي إبر وخص بالإبر أصدق واللاث الإبر موضوعية وخص بالإبر هذا شيء تاني الإبر الصينية شيء تاني نعم بس ممكن نعطي إبر كورتيزون انترثيكل مثلاً ممكن في كثير وسائل تحفظية قبل الجراحة نعم إذن لماذا نسمع كثيراً أن الجراحي يقترح على المريض منذ البداية إجراء الجراحة منذ البداية إذا كانوا الشغلتين إيجابيات ماكما قلت لك أعراض المريض صارخة وكبيرة حتى لو كانت الأعراض المريض صارخة لازم جرب التحفظي جرب التحفظي على مدى كم شهر؟ ستة أشهر؟ مع الإلاج الطبيعي ستة أشهر ستة إلى تسعة أشهر ممكن وإذا لم يرتاح المريض هنا تلجأون واليوم طبعا الجراحات أصبحت آه مايكرو كلها عن طريق منظار وبيدخل ثقيلة بشيل الديسكو نعم وعندي حالات بالعيادة أنا عم بستغرب أنه بيكون عنده أعراض شديدة وعنده مرأة مكويس بنجرب له الإلاج تحفظه لمدة شهر بيرجع لعندي عم يمشي فبيقول لي يا دكتور أنا كنت على العكازي أنت عملت عم بمشي عادي نعم إذن هل تطورت العلاجات التحفظية اليوم؟ نعم في عنا مجموعة أدوية جديدة كتير ممتازة مثلا إذا لا نريد أن نذكر أسماء تجارية ولكن بعض التركيبات مثلا النانستيرويد نعم طلع مننا جيل جديد نعم هو الريفوكوكسب نعم هذا والأركوكسية بيسموه في عنا مثلا السيليكوكسب هدول الكوكس 2 انهابيتر بيسموهن هدول هدول هامش أمان نعم خلينا نقول على المعدة والجهاز الهضمي نعم فمثلا عنا مجموعة من مرخيات العضلات الجديدة اللي طالعة كمان مفيدة نعم ماشي ليس لها أثار جانبية كبيرة لا ما لها أثار جانبية لا في عنا مجموعة جديدة من المسكنات العصبية اللي هي القابابنتين والتريقاباليين هدول 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 كمان عم بيعطونا نتائج كويس كتير نعم ولكن كل هذه العلاجات التحفظية هي مسكنات ولا تحل المشكلة لما بيروح الألم نعم أنت حلت المشكلة نعم يعني أنت لما أنت المريض فيزيكالي ولكن أنت غيرتوقف عن أخذ المسكنات هذه المسكنات الجديدة هل يعود الألم ممكن يعود ممكن لا أو ممكن يعود في أي حالات يعود في أي حالات لا يعود بشرت حصول مثلا حادث معين نعم أن المريض نسي حالوة عند الديسك وحمل شيء قيل نعم أو أخذ وضعيه غلط أو مثلا وقع وقع على ظهر وعلى كذا أرثي كيف فهون بيرجع أي جراحات العظمية اليوم الأكثر شيوعا أنت مثلا أي جراحة عظمية تجريها أكثر من ليرها أنا بالنسبة لي الأرثروسكوبي نعم أنا تنظير المفصل تنظير الرقبة وتنظير الكتف نعم هدو الأحسن شيء وعم نعمل شيء amazing فيها كيف تقومون بهذه الجراحة اليوم طبعا لتكون تخدير عام نعم أو ممكن يكون تخدير ناحي نعم مش موضعي ناحي يعني منخدر الطرف السفلي الأيمن مثلا نعم مشان نعمل جانب واحد جانب واحد نعم مشان نعمل تنظير نعم ندخل بكاميرا نعم كاميرا صغيرة تيوب نهايته في عدسة نعم وهو كاميرا نفوت نشوف نعمل طبعا أنا هاي محاضرتي القادمة في الدمام بعد شهرين للمستوسط أو للمجموعة فمن نفوت بكاميرا لجوا ومنطلع شو فيه نعمل راون بسموها راون أو نعمل جولة تور جولة جولة أفق يعني جولة ضمن الركبة نشوف الغضاريف إذا فيه تمزق أو كذا نشوف الأربطة الجانبية نشوف المنطقة فوق الركبة فوق البتيلة فوق الضغصة ومننزل نشوف الأربطة الصليبية الخلفي والأمامي نعمل تور بالركبة شوف جولة تقييمية للوضع رغم أنه نحن بيكون واصلين لتشخيص معين لأنه عاملين إماراي قبله نعم راين مغناطيسي بالضبط راين مغناطيسي قبله نشوف الوضع إذا هيك نصلح الخلل ونطلع وصير عم تصير شيء شغلات كثير بالتنظير تحلون مشاكل طبعا أكبر مشكلة هي عبارة عن الـ ACL نعم بالعربية الرباط الصليب الأمامي رباط المتصليب الأمامي تصليحه نعم هل من الممكن إذن ويمشي الشخص بعد كم عادي جدا نحن بالنسبة لنا بعد أسبوع أنا بعد يومين لازم مشي بعد يومين لأنه ما في مشكلة ما عملنا شيء مشكلة طبعا كبيرة جدا خاصة بالنسبة للرياضيين خاصة بالنسبة للأخص اللذين يمارسون التزلج أم رياضة كرة القدم فهل أصارت العملية سهلة بس بيظل الـ recovery time وقت نقاها لأنه it's his life هو حياته نعم عم بيستفيد منها شغله يعني نعم إذا كان محترف طبعا فيجب وبيجينا مثلا تمزق الغضاريف الهلالية نعم بسموها الغضاريف الهلالية هاي مؤلمة ومزعجة للمريض فنحنا بنعمل جراحة صغيرة هاي منها عملوا إياها التنعيم تزبط بالمنظار لأنه نحنا مو بس ندخل بالكاميرا ندخل بـ two portals أحيانا يعني مدخلين أو مسارين نمسك مقصات نمسك ملايط نمسك شغلات ومن أسئس من خيط شنهار لازم تدعينا نعمل فيسبوك لايف في غرفة العمليات ما في مانية نعم شعرنا وكأننا كنا معك في غرفة العمليات بفضل شرحك دكتور عيسى الجمل طبعا سنفسح الوقت الآن لأخذ أسئلة مستمعين على هذا الرقم أولا 0033969323314 طبعا كاتيا ساعد في قسم التنصيقية التي تستقبل كل اتصالاتكم تدون أرقام الهواتف وتعاود الاتصال بكم أنا أستقبل كل الأسئلة على الفيسبوك لايف هناك طبعا الكثير من التحيات أرسلت إليك ولكل فريق صحة المستدامة والأسئلة أيضا أستقبلها على رقم الواتس أب التالي 0033607294972 شكرا دكتور عيسى الجمل على مساهمتك في مهمات التبعية والوقاية الطبية من منطقة الدولية شكرا كاتيا وفانيسا ولكل مستمعين على التفاعل الدائم والمشاركة الدائمة والاستماع أيضا لنا في كل أيام البتل مباشر وأيام إعادة أيضا حلقاتنا نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية القصيرة ترجمة نانسي قنقر